مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع وصلني كثير في الآونة الأخيرة عن بيل جيتس وعن مؤامرة جديدة على الناس عم بتروج إلها إنه هو أحد الناس اللي بدأوا موضوع فيروس الكورونا وهو السبب الرئيسي في هذا الموضوع وطبعا بتهموه إنه هو عنده الحل أو اللقاح وهو عم بسكت عن هذا اللقاح أو ساكت عليه عشان يقدر يبيعه later on ويحط في digital chip وهذه المؤامرة طبعا طلعت بعدة اللغات مش بس بالعربية يعني ترجمت للغة العربية وطلعت باللغات الإنجليزية وحتى بالروسية وصلتني طبعا بيل جيتس اللي ما بعرف عنه هو رئيس السابق لمؤسسة مايكروسوفت هو مؤسسها ورئيس السابق عنده الآن مؤسسة خيرية معظم اهتمامات هاي المؤسسة الخيرية هو زوجته تهتم بتقديم أو تحسين الرعاية الصحية في عدد كبير من المدن أو الدول عنده تغريدات وبوستات في الآون الأخير أو عند الناس تغريدات وبوستات تحكي عن هذا الموضوع بتطالب حتى سموا هذا بيل جيتس فيروس ناس بتطالب أنه يتحاكم ناس بتطالب أنه يموت طبعا على إيش بيستندوا؟ طبعا في عام 2015 بيل جيتس عمل محاضرة مع تيد مشهورين هدول منصة للمحاضرات العلمية حكى عن فيروس ممكن ينتشر في العالم ويسبب مشاكل يقتل عشرة مليون شخص وحط صورته الصورة هي كانت صورة كورونا فيروس يعني نفس الشكل في 2019 بشهر عشرة أكتوبر 18 أكتوبر بالزبط كان أحد الداعمين لمؤتمر علمي اسمه إفنت 201 ممكن تدخلوا وتعملوا له جوجل يحكوا عن أو بدرسوا محاكاة لحال وجود فيروس في العالم وشو رح يصير وشو رح يسووا المنظمات والدول لمكافحة هذا الفيروس إذا انتشر تقريبا المحاكاة الشيء اللي صار حاليا في 19 ديسمبر أو شهر 12 2019 غرد أنه أنا بنتظر السنة القادمة وأتوقع أنه أفضل صفقة صحية رح تكون السنة القادمة هي صفقة اللقاح طبعا هذا قبل انتشار الفيروس لأنه الفيروس بدأ في نهاية ديسمبر وأعلنت عنه الصين رسميا في 4 يناير داعش 2019 يعني قبل هذا كان فيه فيلم وثائقي كان هو أحد أبطاله بيحكي عن جائحة آتية أو قادمة على العالم وعم بيحكي عن لقاح لفيروسات وكان يحكي عن برضه موضوع شريحة تحت الجل طبعا بيل جيتس استثمر في الآون الأخيرة في الشركات الأدوية وهذا طبعا برضه وجه إلى أصابع الاتهام الآن مصني مقالة صغيرة بدي أقرألك إياها ويمكن نناقشها مع بعض ملامح نظام العالمي الجديد على الأبواب طبعا بيحكي عن شريحة اسمها ID2020 اللي هي 2020 مفروض إنه هاي بدأت تحقن تحت الجلد بتكون مايكرو أو نانو حتى صغيرة جدا بيحكوا إنه مشروع عملاق بيل جيتس هو اللي متبنيه ونخبة من العالمي طبعا هذا بتهموهم دايما روكفل وروتشيلد العواعي الهاي اللي رقمنت كافة نشاطات المجتمعات المال والتعليم والاقتصاد عشان يصير عندنا ID واحد أو رقم هوية واحد لكل شخص في العالم طبعا بيل جيتس بيحكي إنه هو بيروج لفكرة المرض واللقاح بعدين وموضوع قصة كورونا هو موضوع كاذب فقط لإقناع الناس إنه يستخدموا هذا المصل وعن طريق هذا المصل يحطوا الشريحة الصغيرة تحت جلدك وفيه تزرع كل المعلومات المعلومات البنكية تاريخك المرضي وكل هذا سيتحكم به عن طريق الأقمار الصناعية وممكن إنه في المستقبل يتحكموا بعصابك عبر بث ترددات تحفز جسم على أفعال لا إرادية طبعا هذا الموضوع بده نقاش كبير لأنه ما أتوقع إنه يصير إنه يتحكموا بأعصابك عبر بث ترددات عالية هذه الشريحة طبعا اسمها الوحش 666 اللي ما بعرف شو معنا 666 هو الشيطان أو بترمز للشيطان باللغة الإنجليزية طبعا again عم بروجوا إنها هذا طبعا هي RFID اللي هو Radio Frequency ID اللي هو عبارة عن شريحة موجودة في كتير أشياء أنا عندي شريحة هون هيها شكلها بسيط جدا ممكن تلاقيها في أي بطاقة بنكية مثلا هاي بطاقة بنكية بتكون داخل البطاقة البنكية لما بتعمل توتشلس بتشتغل هذه الراديو فريكونسي ID موجودة من زمان وبستخدموها في كتير شغلات معظم الهواتف الآن بتقدر تقرأ الراديو فريكونسي ID وطبعا بحكي إنها تم تصنيعها في الثمانينات وموجودة تم تجربة الحيوانات فعلا كتير حيوانات خاصة الحيوانات المنزلية عم بستخدموا هذا التشيب إلها عشان يعملوا لها ID إنه في عام 2004 أصدرت منظمة الغذاء والصح العالمي الأمريكية الـ FDA تصريح بزراعتها في البشر وبالفعل أصدرت أمريكا قانون الرعاية الصحية HR 3500 الذي يجبر كل أمريكي يريد تمتع بالصحة وضعها في جسده وما بيقول عنه 2004 وهذا مش منطقي يعني ما صار ما توقعش وتم زراعتها لأكثر من 10 مليون هذا طبعا مش موجود عمل الشريحة هو عبارة عن هوائلة للإرسال طيب خلينا أشرح لكم بس موضوع الشريحة هاي الشريحة هاي في منها نوعين في منها اسمه Active تلأتهم Active و Semi Positive و Positive هذه Positive هاي اللي ما فيها كهرباء الـ Active اللي بضلها ترسل إشعارات أو ترددات هذيك بتكون Positive لازم هذيك جهاز كهرباء متصل فيها هاي Negative هاي بتصير تشتغل لما تقرب عليها القارئ اللي هو الجهاز اللي بيقرأ المعلومات اللي عليها فموضوع انه بتضلها ترسل وتستقبل بيانات هذا ما في منه هاي المشكلة فيها انك هي بتحط عليها رقم يعني هي هي عبارة عن ديجة الرقم هذا الرقم مسجل على سيرفرات هاي السيرفرات بتحول هذا الرقم لـ ID لأشي ثاني ممكن تحوله لسجل طبي ممكن تحوله لرقم بنك ممكن تحوله لـ مثلاً احنا بنشوف هذي الـ RFID في أماكن كثيرة يعني خاصة لما تروح على السوبر ماركت بتلاقيها مثلاً موجودة في المناء في الأواعي عشان لما تطلع إذا لا سمح الله واحد يسره تزمر موجودة مثلاً على علب الشامبو زي قطعة هيك بلاستيكية صغيرة فموجودة مثلاً بالسيارات اللي هم الكيلس لما تقرب على السيارة بتفتح لحالها هاي كلها اسمها RFID يعني الموضوع بسيط وسهل مستخدم من زمان التكنولوجيا تبعته مش معقدة يمكن عادة برمجتها بس عادة هي تبرمج لشيء واحد إلا إذا المهندسين بيصلحوني في هذا الشيء هذا اللي أنا قرأته إنه تبرمج لشيء واحد ما بتستطيع إنك تبرمجها لمية شيء زي ما هم يكاتبين في هذه المقالة جزء منها يرسل موجات كهرومغناطسية للدماغ وعلى جميع عضاء الجسم لتعمل وتنفذ أوامر الدماغ طبعاً هذا إذا عندك يجب أن تكون موصولاً بالكهرباء عشان تقدر توصل هاي ترسل موجات ما أتوقع إنها ممكنة يعني إلا إذا اكتشفوا بطارية تجلس في الجلد لسنوات طبعاً بيحكوا إنه ممكن يقتلوا الناس ويسووهم زي زومبي وهذا برضو غير متوقع لأنه ممكن هاي تقرأ مثلاً الدم أو تركيز الكالسيوم في الدم تركيز الحديد في الدم يكون فيها زي تحليل ولما واحد يعمل لها سكان أو يقترب منها هو مش شرط إنه يكون لازم يكون في الرادييشن تبعها يقترب منها ممكن يقرأ هذه المعلومات بس إنما هي ترسل إلا إذا حطوا فيها مثلاً سم إنك تقتلك أما غير هيك لن ترسل دبذبات للقلب إنه توقف يعني أجين بدك تكون تكون الـ RFID أكتب طبعاً بيحكوا إنه تم زرعها في قوات الجيش الخاص الأمريكي منذ أشهر والجيش الإسرائيلي وتم واضح أيضاً في أعضاء من النيابة بالأرجنتين والهند اللي جعلها مشروع قومي يعني ما بعرف من وين جايب هاي المعلومات اللي كاتبها أهلاً بالنظام العالمي الجديد برجع بحكي إنه هذه لسه نظرية وأنا يعني حبيت بس أحكي لكم بعض النقاط اللي موجودة عنها النظرية يعني هي غير مثبتة علمياً كله كلام كله توقعات هل هذا حيحدث هل لن يحدث ما بنقدر نأكده ولا بنقدر ننفيه قد يكون لكم القرار إنكوا تسألوا الناس ذوي الخبرة والاختصاص تفكروا في الموضوع بعقلكو وتقرؤوا على الإنترنت إيش هو والآي أف آر دي ما تسمعوا بس من واتسابات وغروبات وسلام عليكم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد